أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد تحدثنا في الحلقات السابقة عن أعلام عراقيين كبار في مجالات مختلفة في السياسة في التأليف في كتابة التاريخ في الطب في مجالات في الفن في مجالات كثيرة ولكننا شعرنا بأننا ينبغي أن نشير إلى أولئك الأعلام من المهندسين والصناع النابهين الذين تركوا آثارهم على الحياة الصناعية كثيرون يستغربون حينما نقول صناع ومهندسون في مجال الصناعة يعني لأنهم لا يقفون على تفاصيل أولئك التلك الحياة وأولئك النابهين في هذه المجالات التي يندر أن يتكلم عنها المؤرخون عادة لكنها كانت مؤثرة في مجريات أحداث عصرهم لا سيما في مجال الصناعات العسكرية مثلا وبالتالي اخترنا أن نتكلم في هذه الحلقة عن مهندس عسكري نابه يمكن أن نقول أنه كان يمثل فلتة في مجال الصناعات العسكرية لا سيما في إنشاء المدافع التقيلة والأسلحة المتنوعة ذلك هو المهندس الأسطى رجب الرواندوزي الذي صنع بجهده وبمن أشركهم معه من الصناع والمعاونين وعددا كبيرا من المدافع التقيلة وعددا من المعامل في مدينة رواندوز كانت من مستلزمات جيش أميرها محمد باشا ميرا قور الذي قام بتجربة مهمة في إنشاء دولة جديدة أراد أن تكون قوية وممتدة وموحدة لكنها فشلت بعد حين لأن الظروف العامة في الدولة العثمانية وفي دول الجوار وقفت ضد هذا المشروع الطموحي لا يهمنا هذا إنما يهمنا أسطى رجب كيف استطاع هذا الأسطى؟ والأسطى هنا الأستاذ في فنه وفي علمه وفي خبراته كيف استطاع أن ينشئ هذه المدينة الصناعية التي ضمت عددا من المعامل التي نجحت في كل تفاصيل العمل الصناعي أسطى رجب يبدو أنه هو من أهل رواندوز لأن لا نعرف معلومات كثيرة عنه كان يتملأه رغبة في أن يقوم بمشروع من هذا النوع ذلك لأن صناعة المدفعية عرفت في مناطق من شهر زور أو من كردستان منذ بداية العهد العثماني العثمانيون أنشأوا عدد من المصانع في أثناء صراعهم مع الدولة الصفوية وظلت هذه الخبرات متناقلة أو على الأقل تمثل ذكريات مهمة ينقلها جيل عن جيل ربما كان أسطى رجب من المتأثرين بتلك التجارب السابقة من من كان يملأهم الطموح لإعادة العمل بمثل هكذا مشاريع ضخمة ولكنه لم يجد من يشجعه حتى إذا ما برز أمير رواندوز أو أمير سوران أمحمد باشا ميراكور بمشروعه الطموح الذي تكلمنا عنه التقت الرغبتان يعني الأمير كان يريد أن يطور جيشه والأسطى رجب كان يريد من يرعاه فالتقت الرغبتان وبدأ يعني يقوم بالقطوات الأولى لمشروعه وكان أولاها البحث عن الخامات الجيدة لإنشاء المدافع رئيسا بإنشاء المدافع يعني القطوة بدأها من أوسع أبوابها وبالتالي تمكن هذا الرجل أن يقف أو يحدد مواطن الخامات التي تدخل في هذه الصناعة ياسيما الحديد والنحاس والرصاص وبالفعل قاد محمد باشا حملة من أجل أن يأتي ببث هذه الخامات ثم جرى البحث عن هذه الخامات في داخل منطقة سوران وتمكن هو وفريقه من أن ينشئ أول المصانع لتعدين المعادن ليست المشكلة أن تنشئ مدفعا لكن من أين تأتي بالمعادن وبنقاء عال يصلح لتحويله وصبه ليكون هذا المدفع ذاك فكان هذا الفريق يتمتع بخبرات لا ندري يعني كيف حصل عليها هذه الخبرات المتواردة أو المستقات من مختلف المصادر فإذا رأوا مثلا ترابا أخضر أو أحمر قالوا أنه فيه حديث خامات أكاسيد حديد أو أكاسيد النحاس وهكذا مضى هذا الفريق فإذا يعني يسر له جمعة أو توصل إلى هذه الخامات الضرورية لإنشاء هذه المعامل وعملية صهر الحديد لم تكن عملية سهلة يعني الطرق الحديثة طريقة بيسمر هذه اللي عرفت في القرن التاسع عشر من أجل يعني صهر الحديد بوسائل أسهل تيسر صهر الحديد لم تكن معروفة في ذلك الوقت كان علي أن يبتكر وأن يصنع معملا لصهر الحديد بحيث تصل الحرارة فيه إلى ما لا يقل عن 1270 درجة مئوية وتبقى هذه الدرجة ثابتة دون أن تنخفض لأن إذا انخفضت ستفسد الصب ستفسد الخامة التي تصنع فكان إنشاء معمل لصهر الحديد خط وجريئة جدا في ذلك الوقت وفعلا نجح في هذه القطوة وأنشأ المعمل في منطقة تسمى إيش قلعة؟ القلعة الداخلية وما زالت بقايا هذا المعمل موجودة على شكل تل كبير زرته ورأيته فإذا به ممتلئ بنوع من الطين الرمادي وهو ضروري للوصول بالصهر يعني من مكملات عملية الصهر يساعد على بلوغ درجة أعلى في صهر الحديد يعني يدخل في ضمن صناعة الحديد ما زالت هذه الخامات موجودة على هذا التل وفعلا نجح بعمله يعني توصل إلى هذا المصفور وكان كلما يعني ينجز يعيد صهره من جديد ويعيد ليخلصه من الشوائب حتى يبلغ إلى الحد المثالي الذي يمكن أن يستفيد منه في عملية الصب على فكرة ينبغي أن نقول أيضا أن الأسطى رجب سافر مع عدد يعني أرسله الأمير محمد إلى أوروبا لدراسة معامل الصب يعني أيضا استفاد من خبرات أوروبية في هذا المجال لكنه قام بذلك بنفسه لم يأتي بخبراء من تلك البلاد وإنما تعلمها وجاء ليطبقها في بلاده ثم أنه أنشأ إلى جانبي هذا معملا يعني معمل الصهر ومعمل الصب لأن عملية الصب عملية صعبة ردلها يعني قوالب وحقيقة هو تفنن في صنع قوالب متقنة لأن أي خلل في اتجاه الصباطانة المدفع ستنتهي بكارثة كما هو متوقع لن تصب القذيفة الهدف المطلوب فصنع قوالب متقنة من الحديد والجوانب كان يستخدم الطين ممزوجا بصفار البيض يعني مادة عجينة سهلة التشكيل يشكل جدار المدفع الخارجي وأما الصباطانة فيضع يعني يعني أمبوبا أو شيئا ما يأخذ القالب الداخلي شكل الصباطانة الداخلية فكان هذا معمل القوالب معملا يعني فذا فعلا لأنه أنتج عددا كبيرا لا يقل عن مئتي مدفع كبير ثقيل من خلال هذه المعامل ولم يكفي هذا وحده وإنما المدفع كيف يجر ولا ننسى منطقة راوندوز منطقة يعني جبلية ووعرة وخاصة في ذلك الوقت كان ينبغي أن يكون ثمة عجلات كافية لجر هذه الآلات التقيلة المدافع التقيلة فأنشأ معملا ثالثا للعربات طبعا بتشجيع من الأمير محمد باشا أنشأ معملا ثالثا للعربات واستخدم فيها العجلات الفلادية والخشب ومواد أخرى من أجل تيسير نقل المدفع جره في هذه المنعرجات الخطرة والوعرة في تلك المناطق الجبلية وإضافة إلى ذلك فأنه أنشأ أيضا معملا لصناعة القذائف ومعملا آخر لصناعة الأسلحة الخفيفة المسدسات والبنادق وغيرها وصناعة المسدس والبندقية كان أصعب من صناعة المدفع لأنه يلزمه شيء أكثر من الدقة في العمل وكان يساعده في ذلك خبير في صناعة المسدسات اسمه خان قلدي وهو كردي من منطقة أورميا في شمال إيران وتعاون الرجلان في إنشاء معمل المسدسات والبنادق إذا تصورنا أن جيش محمد باشا كان لا يقل عن 30 ألف مقاتل كل مقاتل معظمهم من الفرسان كل مقاتل يحمل معه مسدسا أو أكثر وبندقية يعني تصور العدد الذي كان على هذا المدفع أن ينجزه من المسدسات والأسلحة الخفيفة وحقيقة هذا كله أنجز بسرعة وإتقان ويكفي أن نقول أن هذه المدينة الصناعية بمصانعها المختلفة المتكاملة حقيقة نلاحظ أن هنا تكامل في الإنتاج سبق به صرجب ونصيره الأمير الطموح محمد فاشا سبق به حتى الطبخانة التي أنشاها محمد علي في مصر وهو رأس الهندسة الصناعية في البلاد العربية سبق بنحو سبع سنوات بإنشاء هذا المشروع الطموح والمهم أنه بدأ بصناعة المدافع الصغيرة القليلة الوزن ثم بدأ يزيد من مستوى هذه المدافع يعني بدأ بمدافع صغيرة بوزن قنطارين كما هو مذكور على كل مدفع الوزن يذكر الوزن وصعد إلى أربع قناطير ثم إلى ستة ثم إلى أكثر وهذا أسلوب علمي تماما يعني تصاعد مستوى الإتقان إلى حد أنه أخذ يعني يصنع المدافع التقيلة تماما التي يمكن لها أن تؤدي أدوارا في المعارك القادمة أو في المعارك التي كان يخوضها جيش الأمير محمد باشر من ما هو مهم أن نذكره هنا أن محمد باشر حقيقة شجعه كان المشجع الأول لهذا العمل وحتى طلب منه أن يكتب على كل مدفع اسمه يعني اسم أسترجب لذلك هذه المدافع نعرفها من اسم أسترجب عمل أسترجب إضافة إلى ذكر الأمير محمد باشر وتاريخ الصنع 1240-1242 بهذه التواريخ كانت تحملها مدافع وهي مخطوطة بخط جميل على كل مدفع من هذه المدافع مما يلفت النظر أن العدد العمال هذه صناعات صعبة تستلزم عددا كبيرا من العمال المهرة كان يستجربهم من أبناء القرى من كل نابه من أي قرية يعني ويدربهم على هذه الأعمال وبالتالي كان ثمة جيش كامل من العمال المهرة يعملون في هذه المدافع في هذه المعامل ولم يكن سهلا طبعا إدارة العمل وبالتالي أوجد آلية في إدارة العمل يعني آلية هرمية عمال ثم عمال المهرة ثم أصطوات أو مهندسين ثم إلى أن يكون المشروع كله تحت قيادته وتحت إشرافه العمل المتقن يستلزم إدارة يعني علم الإدارة هو هذا كيف تدير هذا العدد الكبير من العمال في مشروع له هدف محدد وقد نجح في هذا أيضا حقيقة القابليات التي تمتع بها الأوسط رجب كانت كلها لافتة للنظر لأنه قام بمشروعه إنشاء هذه المدينة الصناعية في وقت لم يكن مسبوقا بمثلها وبالتالي كان عليه أن يبدأ منذ بداية البحث عن الخامات إلى أن تكمل آخر مراحل الصناعة بما فيها الصهر والقوالب والعجلات وغير ذلك والمسدسات وغير ذلك من صنو في الأسلحة من المؤسف أنه حينما فشلت تجربة الأمير محمد فاشا كان مصير الأوسط رجب أنه اعتقل يعني ضمن الذين اعتقلوا من أهل هذه الإمارة خاصة لكنه شفع له علمه في مجال الهندسة فاستعين به في إنشاء مدافع مماثلة في ولايات أخرى من الدولة العثمانية وظل يكتب اسمه على هذه المدافع حتى وهو في ظل دولة أخرى وسيادة أخرى من المؤسف أيضا أن معظم هذه المدافع تم التخلص منها أما بإعادة صهرها وتحويلها إلى أشياء أخرى أو بالتخلص منها برميها في مضيق في خانق في قلي موجود في منطقة رواندوز يعني دفعت ورميت هناك وسقطت في أعماق نهر هناك والمفترض أنه وهو أمر ممكن أن يعاد استخراج هذه المدافع لتكون شاهدا على عظم هذه التجربة الفريدة الصناعية الناجحة في ظل تلك الظروف بقيت من هذه المدافع بقي عدد قليل يعني لا يتجاوز ثلاثة أو أربعة مدافع هناك مدفع في مدينة رواندوز هناك بقية المدافع موجودة في متحف الأسلحة الذي هو الآن مدمج في المتحف العراقي في بغداد يمكن لأي زائر للمتحف العراقي في بغداد أن يطلع ويرى هذا المدفع الكبير الذي صنعه الأسطر جب وهناك مدفع النقل إلى مدينة كربلاء ليغراها الناس هناك انتثرت هذه المدافع لكنها ظلت في كل مكان وجدت فيه تشير إلى أهمية هذا العمل وقدرة الإنسان الفرد على أن يتحدى ظروفا بالغة الصعوبة ليقوم بأعمال كبيرة ومؤثرة ومهمة يعني الأسطر جب حقيقة يمثل انموذجا فريدا لأولئك النفر الذين كانت تمتلئ نفوسهم بالرغبة في القيام بما لم يقم به الآخرون من قبل كانت تملئه الرغبة في أن يصنع بيده وبأظافره كما يقال شيئا سابقا لغيره وسبق فعلا فيه تجارب مماثلة في مصر وفي مناطق أخرى من العالم كم منا يعرف من الأسطر جب قليلون لكن مدافعه تشهد ما تبقى منها من 200 مدفع ما تبقى من هذه المدافع يشهد بملء الفم عن أهمية هذا الرجل وقدرته وكفاءته ووطنيته التي عمل لإعلائها من خلال ما صنع أعزاء المشاهدين إلى حديث آخر إن شاء الله عن رجل عن علم آخر استطاع أن يتحدى ظروف زمانه وأن يفعل ما لم يفعله الآخرون وهذا هو الدرس الذي نريد أن نخرج به حينما نستعرض سير أولئك الأعلى إلى حديث آخر إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة